بعد اتخاذ اجراءات احترازية من طرف الجانبين الجزائري والتونسي والمتمثلة في استظهار شهادات طبية معترف بها على مستوى مراكز العبور الأربعة على طول الشريط الحدودي ببوشبكا رس العيون المريجة بالتيتة مصالح الجمارك والشرطة والتقم الطبي التابع لمديرية الصحة والسكان يعملون على مدار الساعة للصهر والحرس على سلامة المواطنين فريق كامل متكون أطباء وممرضين نخدمه 24 ساعة إلى 24 ساعة فريق مناوبة كان فريق في الليل وفريق في النهار مراقبة المسافرين القادمين من الطراب التونسي إلى الطراب الوطني الجزائري نقوم بالفحص كل من هو داخل للطراب الوطني بقياس الحرارة عندنا إمكانيات عندنا مقيس لترموماتر أنفراروج لكاميرا تيرميك عندنا كل التجهيزات متوفرة مسافرون أبدوا ارتياحهم لهذه الإجراءات الاحترازية المتمثلة في فحوصات طبية وقياس درجات الحرارة والتي من شأنها التخفيف من انتشار فيروس كورونا أول حاجة الساعة كي توصل وتلقى الإجراءات المتبقاء أول حاجة ينتبك إتمئنان لأن الوضعية ليس سهلة وأنا جاي يدركها من تونس تونس الإجراءات رايح حازمة جدا والأمر هذا لازم نهزوها على محمل جدا هذه الإجراءات هذه دارتها تزاير بارك الله فيهم وعملوا عاملة بها الخطر هذه بها وقيت كي أخابة شعبها باش ما يتعبش وما يتمرمج نشكرها أنها تزايرت يعني قرار إغلاق الحدود البرية بين الجزائر وتونس يعتبر سابق إجراء من شأنه تخفيف من انتشار فيروس